السلام عليكم اليوم بعد ما تعدت محطة 6 أكتوبر نحب نتوجه لكم بحديث الصراحة والعقلانية والحرص على مصطحة البلاد كلام اليوم موجع بمئات ألاف التواصل اللي شاركوا في محطة 6 أكتوبر وملايين التواصل اللي ما شاركوش فيها وكلهم التواصل متساوين في الانتماء البلاد ومحبتها والخوف عليها لحد يزيد على حد ولحد عنده الحق يخون حد كل واحد حر في قناعاته ومواقفه تعدت محطة 6 أكتوبر الباطلة وغير الشرعية وتم أعلان انتصار الرئيس المتهي وليته من طرف هيئة معسكر الفاقدة الشرعية بنسبة 90% إن هي نسبة ذكرنا بتونس ما قبل الثورة نسبة خلى عليها الشعب التونسي خلال فترة من 2011 لليوم ولت عندها نسب مشابه للنسب في العالم الديمقراطي المتقدم كيمة 48-52% في 2014 قطع النظر على منخات الشماتة عند البعض والإحباط عند البعض الآخر خلينا نقيم الأمور بموضوعية أولاً الانتخابات هذه شهدت كون تجاوزات الدنيا من نهار روى اللي بدا فيه المسار الانتخابي لنهار الإعلان على النتائج انتخابات على المقاس أشرف عليها أحد المرشحين مستغل صيفته كرئيس الجمهورية هو اللي نحى رئيس ليزين مستقل والمحايت قبل عميل وعين أعضاء الهيئة الجديدة بأمر رئاسي على أساس الولاة مش الكفاءة والاستقلالية وتحكم بهم في كل مجرية العملية الانتخابية والإطار الترتيب يمتحها هو اللي يختار منفسيه وبتعليمات من عنده تحط منفسيه في الحبس وتحكم على آخرين وتمنعت البتاق عدد ثلاثة على الأغلبية وتم تسقاط أحكام قضائية باتة تحكم بحطان اسمي وأسماء زوز منفسيين آخرين للقايمة الانتخابية وراه هذه سابقة اختيرة برشا تنسكون التواسع من غير استثناء على خاطر تنحي من المواطن مبدأ الأمان القانوني وحكم القانون منافسنا هو اللي يغير القانون الانتخابي قبل الانتخابات بجمعة بش يبعد القضاء ليدار المحايد على النزاع الانتخابي ويأمن انتصاره من الطعون عن طريق القضاء الخاض على تعليمته هو اللي يستعمل كل جهزة الدولة في تجميع التزكيات وتخويف الناخبين واستعمل وسائل الإعلام العمومي الخاص لخدمة حمده الانتخابية هو اللي فرضت إبعاد المنظمات على مراقبة الانتخابات والنتيجة كانت انتخابات غير نزيها وغير شرعية وجلبت لبلادنا موجة سخرية واستهزام من العالم كأي انتخابات سورية في الدكتاتوريات في العالم ثانيا محطة 6 أكتوبر كانت تنجم تكون محطة لتعزيز الشرعية وتأكيد الشعبية الحقيقية إذا كانت خالية من التجاوزات وفيها حد أدنى من الشفافية والنزاها وتحت إشراف هيئة مستقلة فعلا وقضاء محايد فعلا ولكن واضح اللي قيس سعيد ومنظومته ما كانش عندهم الثقة في أنفسهم وفي اختيار الشعب الحر وكان خايف من المنافسة معنا والدليل إبعادنا وكل المرشحين الجديين بطريقة فجة باش تبقى في التاريخ لو كنا موجودين وكان ثم حدود من النزاها الأكيد نسبة المشاركة كانت تكون أكبر برشا والأكيد أن النتاج كانت باش تكون مختلفة ثلاثة التواسة تحرموا في الانتخابات هذه بشكل مقصود من الاطلاع على برامج المرشحين وتصوراتهم المستقبلية ومقارنتها كيف يحصل في الدولة تحترم نفسها المسار الانتخابي المشوه خلّى الفترة الانتخابية الكل تتعدى في العرق والنزاعات القانونية وتكمبين من المستوى الردي للهيئة المكلفة بمهمة وخطاب الشماتة والانتقام اسئلوا أي واحد انتخاب اتطلعش على برنامج مرشح طيب يقول لك لا تصوروا رئيس يملك الدولة ويتحكم في كل جهزتها وغير قادر على تقديم برنامج انتخابي وتعاهدات واضحة ومش شعارات شعبوية فارغة بشيقنا على الناس بانتخاب في حين اننا نحن اللي عندنا رؤية مستقبلية وبرنامج خدمة عليه كفاءات نوعية في الدولة وخارجها تحرمنا باش نوصلوا للناس تصوراتنا وافكارنا رابعا لو كانت ثم شوية حدود دنيا من المصدقية في العملية الانتخابية رانا وجهنا رسالة تهنئة المنتصف كما يحصل في الدولة التي تحترم نفسها ولكن في غياب الحد الأدنى من المصدقية من حقنا وواجبنا الاعلان على ان الانتخابات ونتائجها غير شرعية ومن حقنا وواجبنا مواصلة القيام بالخطوات القانونية اللازمة دفاعا على حقنا المهدور ظلما وعدوانا وحق التوانسة في انتخابات حرة ونزيهة وفي تداول سلمي على السلطة كما يحصل في الدولة التي تحترم نفسها خامسة لو كان جدت عند المرشح اللي انتصر في هذا المسار المشوه الحد الأدنى من المسئولية والعقلانية رحوا توجه للتواسع بخطاب التجميع والتهدئة وتجوز التقسيمات والتعهد بتخفيف الاحتقانات وإطلاق صراح الخصوم الرهائن عنده وعند أجهزته وفي المقام الأول منهم السيد عياش الزمال منافسه في محطة 6 أكتوبر على الأقل للتغتي على التشكيكات في شرعيته ولكن واضح أني مش حابب يفهم الدرس ومش فاهم أني النتيجة على علاتها يلزم تتقرأ أنه ثم سبع ملايين ناخب على الأقل مش معاه منهم 94% من شباب تونس مش معاه وفي النهاية هذا الحصان وهذه الصدر هذه مشاكل البلاد ووضعيتها الكارثية أنه هو أحد أسباب فيها وتو شوفوا هل أنه قادر بش يعمل حاجة وأنه فاقد الشيء لا يعطيه سادسا لو كان جاء عند أجهزة الدولة لحد الأدنى من المسؤولية راهما دستوش الراس في التراب ومسكتوش على الانتهاكات الخطيرة اللي بعضها يعتبر محاولة تغيير أركان الدولة كما تقويض استقلال القضاء والمساس من المؤسسات الدستورية واستقلالها وتقويض سيادة القانون هما يتحملوا مسؤولية رئيسية على تعطيل التغيير لوقت وصل وإن شاء الله يفيقوا على وضحهم وما يتورطوش أكثر في مظالم ضد حقوق التواسع وحرياتهم وفي مسار خطير نحو الدكتاتورية الشاملة سابعا أحنا تم إقصائنا من العمل الانتخابي بطريقة ظالمة ومخزية مش تبقى فضيحة بين الأمم ولكن إقصاء والظلمة ما سنيش في شخصي فقط وإننا شمن عشرات آلاف الواطنين اللي زكوني واللي تفعلوا معايا وشاركوني أمل التغيير الهادأ والمسؤول وأمل الإصلاح للاقتصاد والدولة اللي يصلوا لوقتهم وما ثمش يكوني يخدم عليهم لذلك مستحيل نسلم في حق الناس هذا من الكل وندعوهم جميعا باش مفرطوش في حمتهم وحقوقهم وميرتهنوش للأمر الواقع ما يحبطوش البلاد بلادكم مستحقة لكم اليوم أكثر من أي وقت مضاء البلاد مستحقة لنظال مدني سلمي يفرض انتهاء هيمنة الإرادة الفردية غير العقلية على الدولة ويفرض استعادة الحقوق المدنية وإطلاق سراح مساجين الرأي والمساجين السياسيين ويفرض عودة دولة القانون والمؤسسات وتوقف توظيف القضاء والبؤسة الدولة البلاد مستحقة جهدنا جميعا لإعادة بناء مستقبلها وإعداد الإصلاحات العيكانية للدولة ومشآتها واقتصادها ومنظومتها السياسية إن يوصلتنا لهذا المأزق البلاد مستحقة لجهود شبابها اللي عازف اليوم على السياسة لأنها موش لاقي شكون يعبر له على إرادته ولكن اللي أكيد بش يتحرك قريبا دفاعا على مستقبله متغركمش الأرقام والنسب بنعلي تحصل على قراب 90% في آخر انتخابات في 2009 ولكن مدارش العام إلا وانطلقت ثورة شعبية غيرت كل المعطيات مش بركة في تولس وإنما في العالم العربي أجمع هذا حكم التاريخ وقت الناس تدافع على حقوقها وتكسر حاجز الخوف تنجح في تحقيق التغيير السلمي المشهود وما تنجم حتى قوة في الدنيا توقفها في كل الحالات أحنا مستأمنين على آمال الناس في التغيير واليوم بش تبدأ معركتنا الحقيقية من أجل التغيير والإصلاح ومن أجل مشروع وطني سياسي واقتصادي واجتماعي قوي لما التوانسر وندعو الشباب والمواطنين المؤمنين بالتغيير للالتفاف حول مشروعنا لإعادة بناء الأمن وبناء المستقبل والمشاركة فيه بكثافة وبش نرجع لكم قريبا برؤية المستقبل وبرنامج وتصورات عملية تولي سمانة في أيديكم و أيدينا لبلاد بلادنا والمستقبل مستقبلنا وميسا حكي نصحيح